بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح ناخذ فيديو توضيحي على الارت كام واجهة الارت كام بعض الاخوة كانوا يستفسرون انه عندهم ارت كام يعني version موديل 2007 و2008 وواجهتها تختلف تماما عن واجهة الـ2011 وطبعا تختلف اكيد ايضا عن واجهة الـ2018 الحقيقة المسألة بسيطة جدا تلاحظون هذه الايكونات الموجودة قدامكم هذه الايكونات زائدا هذه هذه كلها كانت موجودة بشريط جانبي حتى اوضح لكم كانت الصورة بهذا الشكل رح وندوز لاي اوت كلاسيك كانت موجودة بهذا الشكل هذا الشكل القديم اللي كانت كلها موجودة بالجانب الفايل السيف والأوبن كانت كل الايكونات فوق الموديل هذه الايكونات البيتماب اللي هو تحويل بيتماب تو فيكتور والرسم أيضا عليها التلوين اختيار اللون الماجيك زائدا الفكتور تول اللي هي هسا حاليا يعني ايكونات جانبية وخفيفة ايضا هذه مكانها ممكن هنا نتحول بين المربع والدائرة والقوس كلها كانت مجموعة في جانب واحد التكست أيضا كريات فيكتور تكست نفس الشي هذا الطبيب الدكتور اللي كان هنا الايكونات مالتا هي كانت موجودة بالجانب أيضا نفس الايكونات مع الفكتور يعني كلها الايكونات اللي موجودة هنا بالفكتور اللي أنا استعمله مباشرة من الفكتور هي موجودة كانت بالجانب وهذا تقدر تخفي الظهرة أيضا منها أيضا هذه ايكونات ثانية اللي هي تخص التكست ومعاملة التكست قلنا هذه الايكونات هي اللي تدور التكست حول الشكل لكن فقط للأحرف الأجنبية ما تشتغل العربية خدمات اللغة العربية غير موجودة بهذا البرنامج بهذه البرزينات القديمة يعني الجديد اعتقد موجود طيب الرليف أيضا هذا الرليف اللي كانت يعني نحن نشتغل مثلا هذا التوريالس ويب يعني التوريالس ويب أيضا موجودة كل الجانب وأيضا ايش رح تختار منه رح يظهر لك الويندو مات من هذا الجانب فالحقيقة هي ماكو تغيير حقيقي لل يعني مجرد إعادة الترتيب للواجهة يعني أنت الواجهة تقدر نفسها تستخدمها يعني الدروس اللي أنا يمطيها على أرت كام 2011 ممكن بسهولة ليعدهم أرت كام 2008 و2007 ممكن بسهولة يتبعوها كل ما عليك هو أن اضغر هذه الإيقونات الجانبية وكل ما تحتاج كل اللي تحتاج هو أن أستخدم هذه المينيو هذه القائمة أنا ما أستخدم الجانبية أبدا دائما أستخدم هذه المينيو حتى ما يكون أكون عندك مشكلة بالجوانب طيب البعض كان أيضا عندهم مشكلة مين يحصل الإيقونات الجانبية مثلا البروجيكت البروجيكت موجود هنا أيضا نقدر نلقاه هو موجود هذا يعني البروجيكت هذه الموجودة على الجانب هنا هذا رليف هذا البيكتر لاير هذا البيتماب وأيضا تقدر تظهر إيقونات جانبية الدقمة اللي يمن ندوسها على هذا التول بار رح تطلع لك كلها الفايل البيكتر كرييشن البروجيكت هذا البروجيكت اللي هو خلين ظهر مرة ثانية وهنا هذا البروجيكت هذا تقدر تأخذ تخلي وياه هاي القائمة هذا البروجيكت هنا صار أدنى أخفينها هسا هسا نحن قائمة كل هذي شي أخفينها من هنا تقدر أنت تتحكم بها تظهرها تريد الفيكتور مثلا تجيب هذا الفيكتور تول بار تحط هنا ورا تتكليك أيضا تريد الفايل أيضا تخلي رأي تكليك تريد دزاين تول هذه أيضا دزاين تول هي عنها موجودة أو إذا أدنى ما تحتاج ها يعني إذا عندك الكلاسيك الكلاسيك ليعوت اللي هو هذا الكلاسيك ليعوت الموجود أيضا هي موجودة كلها عندك بالجانب طيب ريليف تول هذي كلها ريسيت يعني هسي خلي نحاول نرسم في شكل معين أنا رح أروح على الفيكتور ورح أقول أرسم لهذه الدائرة هاي الدائرة مثلا قياس طبعا المواصفات هنا طلعت أو أقدر أروح على هذا البروجيك هنا أروح على أسستنت طيب أنا هسا ما أحتاج هذا بعد أجعل أختار select وأجيب خليها بالنص إذا أريد أغير حجمها أيضا هذا تغير الحجم إذا أدى سبب بيضوية ورح أرسم أيضا مربع خلي يكون هين شي صاير هسا إذا أريد أسوي لترم أيضا أقدر ألقل ترم هي أنا أقص هذا وأقص هذا وصار عندنا هذا شكل الفطر أيضا أرجع لل selection على select ممكن داورة هذا شكل الفطر ممكن أختار هذا زائد هذا وأروح لل vector أيضا أقول join vector موجود نلقاها vector mirror SP line block rotation موجودة يعني اذا اريد كنترول زت واذا اريد واذا اريد هذة الفيكتورات اجمعها اقول لها فيكتور لا مو اكسترود هذا الجوين اقول لها طبعا هنا كانوا دامجيها كلها الكلوز والجوين بس احنا هسا يعني حاليا مفصولة بالالفين ودعش فيكتور خلي نقول هذا موفينج ايند هذا اللي يعني دائما نستخدمه موفينج ايند او مضلين ما اشتغل كنترول اكس خلي نقول ايضا ما اشتغل كنترول زت طيب اذا بالجوين فيكتورس يعني ما يشتغل بالفيكتور واحدة ايضا ما اشتغل هذا زهدان هذا ليش ما يشتغل جوين بيكتور بذ كارف اوكي اشتغل طيب هذا الشكل الفكتور الجديد اذا اريد اشتغل عليه اي نود ادتينج اجعل موجودة النود هنا بسالكشن مثلا اكبر بهذه شوية اكبر ايضا بهذه راح يصير شكله مثل البزونة طيب فموجودة كل هالتولز موجودة كل هالتولز بهذا الجانب بس انت لازم يعني تعلم عليها تحفظها او اذا انت تريد غير الويندوز منعنا اللاي اوت انت تتحكم به شون ما تريد اي لاي اوت ممكن انا استخدم لاي اوت ستاندرد اللي هو هذا واكو ايضا من قسم يستخدمون الادبانس اللي هو يعني ما بي اي نوع من انواع لاي اي اكونات لان هو يريد اكبر مساحة ممكنة وكلها عده اوتو هايت طول بوكس السيستانت الطول فورميشن يعني كلها كل واحد يقدر يتحكم باللاي اوت اللي موجود عنده اكثر واحد انا شفته مريح بالنسبة لي هو الستاندرد الايقونات كلها تكون واضحة اذا انت تحتاج تبلش اليوم روح على ويندوز وروح على اللاي اوت ويندوز وعلى اللاي اوت ومن هنا انت تشوف شون اللي يناسبك او اذا ما ما جيت على هذه ما تريدها تروح للتول بار تختار الشي اللي تريده او تكليك على هذا الخط البار راح تطلع لك القوائم اللي انت تريد تظهرها ولا تريد تخفيها اي وحدة تخفيها او تظهرها ممكن بسبوله هذا توضيح الفرق بين انواع الواجهات اللي موجودة عندنا بالارتكام شكرا جزيلا شكرا جزيلا